فهي لم تقدم وصع المبادرة هي قدمت مجزرة فالمبادرة دائما فنحن نعرفها ولست أنين أعرفها فقط فكل الشباب كل شباب العالم يعرف أن مبادرة الخليق أنها عندما يعلون عن مبادرة أنهم يعلون عن مجزرة جديدة فهذا أني أعرفها عندما يأتوا إلى اليمن ويعلون عن مبادرة ضرورنا أن يتوقع مجزرة فتوقعنا عندما قالوا جمعة الكرامة مبادرة فأنتم تعرفون ماذا حدث في جمعة الكرامة وأنتم تعرفون ماذا حدث في المبادرة الأخرى وتعرفون ماذا حصل في جمعة لاحصانة للقتلة هنا نعتبرها عندما يعلنوا عن مبادرة أنها كابوس سيأتي لأبناء اليمن كابوس عندما يعلون ولكن نحن نقول لهم ما كان لقوة في الوجود أن تبحق على ما لا شاء ولا أن تبدد وحدة أمه فثورتنا ماضية وليس النصر بالآتي من عندكم وليس النصر أاتي من عندكم وانون تسروه من عند الله ثم بإرادة الشعب وبصبره فالنصر أاتي من بيننا ولس من عندكم ولكن نحن استغثنا وناديناكم و لكن سلاح يا سلموا تنادي خلاص تركونا تركونا بحالنا يكفي النظام يقتلنا أنتم تقتلون قتلتين و النظام يقتلنا قتلتين فالتركونا بحالنا فأنتم يا أبناء الخليج نصبتم نصبتم رمزا تبدال لحريتكم أما نحن علي صالح لصب نفسه علينا لإستعبدنا ولكن نحن رفضنا فأبينا ورفضنا وسوف نسقطه بإذن الله لن نصروا آس من شباب الثورة ولازم عندكم فارحلوا بفسادكم من بلادنا فنحن كنا نطالب برحيل النظام فنحن الآن نطالب برحيلكم أنتم والنظام فأنتم أعزكم في أرضنا الفساد فكل مبادراتكم هي مقاذر فنحن بوقهات نظرنا نعتبرها هكذا فنحن يقوموا رحلوا من بلادنا وخرجوا من بلادنا أنتم والنظام المتحدة إلى كل يوم هو يأتي فنأفى أن يقول هو مع النظام أتقول لي ليش؟ لأنه كل يوم كلما يأتي المبعوث الأم المتحدة إلى اليمن فهو لن يزور ساحة واحدة فإذا كان مع الشعب إذا كان وقفة الخليل ووقفة المجلس الأمن مع الشعب فلهم وقوف واضحة عندما يأتوا إلى اليمن يزوروا كل الساحة ولكنهم يزوروا النظام فهم يزوروا النظام ويتحدثون مع النظام ويتكلمون مع النظام أما نحن فحصلت المجزرة يا ليس نزل فنحن استغذنا وطلبنا منه أن ينزل إلى ساحة الحرية بتاعز فأبع فلماذا؟ فنحن نقول أنهم مع النظام وكلهم مع النظام واقفين فلن يجدهم وقفة معنا ولكن نقول لهم فنحن قارسين لكم بالمرصاد لكم ولي هذا النظام فنحن قارسين لكم بالمرصاد وستحاسبون وستحاكمون فنحن على كل ما فعلتموا فنحن نحمل هذه المجزرة اللي حصلت في جمهة اللي قتلة فنحن نحمل المجلس الأمن والمجلس التعاون الخليقي والنظام وكل أزلام فنحن نحمل المسؤولية وعلى رأسي محافظة تعز قيران وحمد الصوفين فنحن نحمل كل المسؤولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة